منتخبنا يفوز في ضربة البداية لقاء كان مهم جداً لقاء كان مهم في ملعبنا وسط جماهرنا وقدر منتخب مصر يفوز على كاب فردي بثلاث أهداف نظيفة في افتتاح مشوار الفرعنة في تصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفرخية لتقام في المغرب العام المقبل عشرين خمسة وعشرين ثلاث أهداف بثلاث طرق مختلفة ثلاث أهداف بثلاث أشكال مختلفة تناوع كبير جداً في التسجيل الهدف الأول كان من كرة عرضية قدر يسجلها بالرأس رامي ربيعة الهدف الثاني من كاونتر أتاك قدر يقطع مروان عطية وده سروباس كان حلو جداً سريع لمصطفى محمد مصطفى محمد سروباس ولا أجمل لمرموش اللي أخذ الكرة وانطلق إلى المروى وقدر يسجل الهدف الثاني الهدف الثالث كان من ضغط في الشوت الثاني كبير جداً وكسافة هجمية داخل منطقة الجزاء تسديدة من مصطفى فتحي ترد من الحارس وخط الدفاع علشان على طول يكمل الكرة ابراهيم عادل ويسجل الهدف الثالث ثلاث أهداف بتلاث أشكال مختلفة يبينوا دوافع منتخب مصر بنوع التشكيل القوي اللي بيمتلكه منتخب مصر مبارح ظهر علامات الارتياح مش بس على وجه كابتن حسام حسن والجهاز الفني لا كمان على وجه الجماهير ناس كتير كانت قاعدة متحفزة متحفزة لأي مشكلة متحفزة لأي غلطة متحفزة لأي دروب يحصل يعني ناس من أول مقايمة تم الإعلان عنها وقاعدة تتصيد الأخطاء قاعدة تشوف أصلي بص فين أصلي في لعيب كان نقص أصلي في لعيب كان نفسنا يكون موجود فين علان فين بتاق محدش منطقتش وإحنا كنا بنساند ودورنا دائما مساندة المنتخب الوطني والمدير الفني للمنتخب الوطني كمان لما يكون مدير فني وطني فالموضوع بيزيد أكتر وأكتر تعايز الرجل ينجح ويكمل بشكل جيد كابتن حسام اشتغل عمل مؤتمر صحفي في ناس أخذت كلامه مؤتمر صحفي اللي قبل اللقاء بشكل إيجابي في ناس برضو كان بتتصيد الأخطاء ولكن الرد كان في الملعب اللعيبة كلها مركزة اللعيبة كلها بترجم كلام كابتن حسام حسن في الملعب كابتن حسام عمل ماتش فني كبير جدا قوة هجمية كبيرة قوة دفاعية جيدة طبعا طبعا بكل تأكيد مش كل الماتشات هتلعب بنفس السكواد مش بكل الماتشات هتضغط بكل العدد ده من الهجوم ولكن ده اللي كنا محتاجينه مبارح فوز مهم طلت نقاط مهمين على فريق أو منتخب من أقوى المنتخبات اللي معانا في المجموعة بتاعتنا معانا كابفيردي بوتسوانا موريتانيا فكابفيردي هو المنافس الشارس بالنسبة لنا